لكن من قصص الهجرة العجيبة للصحابة قصة عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص صحاب اتفقوا أنه هم يهجروا مع بعض أما هشام بن العاص فحبسوه وقعدوا يضربوه حتى فتنوه عن دينه وأما عياش بن أبي ربيعة أم راكب على الجمل بتاعه بدأ يتحرك فبجاهل وكان ابن عمه قال له يا عياش أنت مسافر وسايب أمك لقد أقسمت ألا تمشط شعرها وألا تقوم من الشمس حتى تراك وكان زمان اللي يسيب شعره بدون ما يعتني به يزيد فيه الأمل وممكن يصيبه بأذى شديد واللي يقعد في الشمس يموت من ضربة الشمس فقال له أمك أقسمت لازم تشوفك وإلا هتسيب نفسها غير ما تموت فسيدنا عمر كان حاضر المشهد ده قال يا عياش لا تستمع له أما أمك فإن أذاها القمل ستتمشط وإن تعبت من الشمس ستستظل هيفتنك عن دينك قال يا عمر دعني أبر قسم أمي مدام حلفت هرجع لها ولي عندها بعض المالي أخذه ثم أهاجر إلى رسول الله قال يفتنك عن دينك قال دعني يا عمر قال إذن إن أبيت إلا الذهاب فخذ ناقتي خذ الجمل بتاعي دي حاجة من أغلى ما يملكه الإنسان هيدي له الجمل بتاعه بس سيدنا عمر سيد الرجالة تربيت النبي عليه الصلاة والسلام خذ ناقتي فإنها نجيبة يعني قوية وسريعة فإن رابك شيء حاجة كده إيه خليتك تشك في تصرفاتهم فانجوا عليها قال له تمام ركب الجمل ورجع مع أبو جهل فوسط الطريق أبو جهل قال له يبدو إن الناقة بتاعتي حصل فيها بقت ضعيفة مش شيلاني فاحملني خلفك فأمنازل وركب وراه وهم دخلين مكة أمخنقوا أبو جهل وربته وقعدوا يضربوا فيه ودخلوا مكة مضروب وقال هكذا ففعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا حتى فتنوردوا عن الدين واتحبس عياش بن أبي ربيع وهشام بن العاص في مكان كده ملوش سأف كده مربوطين هما لدين وسيدنا عمر بن الخطاب بعد مرور الأيام وهجرة سيدنا عمر كان يقول وكنت أرى أن الله ليقبل من هؤلاء المفتونين لا صرفا ولا عدلا يعني لا فرض ولا سنة عرفوا الله ثم كفروا به حتى نزلت علينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قال وكان النبي في المدينة لأن الأيام عدت النبي هاجر وكان النبي في المدينة يدعو اللهم نجي عياش بن أبي ربيع اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين فأم سيدنا عمر كاتب الآية دي في ورقة وبعتها مع مرسال مع حد رايح لمكة يوصلها لحشام بن العاص وعياش بن أبي ربيع فلما قرأ حشام بن العاص الورقة دي فلم يفهمها قال اللهم فهمنيها فعلمت ألقى الله في قلبي أنها نزلت فيي أنا وكل المفتونين وعياش بن أبي ربيع فاتمنى أنه يرجع سيدنا النبي بقى في المدينة عمال يقول من لي بعياش بن أبي ربيع وهشام بن العاص من ينقذهم ويفك أسرهم ألقي في قلب النبي بالوحي أن هم تابوا وعايزين يرجعوا فالوليد ابن الوليد ابن المغيرة واحد من الصحابة بس أبوده من كبار المشركين الوليد ابن الوليد ابن المغيرة قال أنا يا رسول الله أعرف خش مكة وليه يا ناس هناك ووصل لهم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة فلقاهم في المكان ده فتصور يعني طلع على الصور وبشيء زي السكينة كده فك الوثاق ورجع بيهم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقبل النبي إسلامهم بعد ما هاجر كل الصحابة وسيد من النبي عليه الصلاة والسلام ودي كانت من أغرب قصص الهجرة اللي حصلت وقتها بالنسبة لي قصة عياش ابن أبي ربيعة فيها أربع نقاط نقطة الأولانية لحظة نسيان من عياش لتاريخ أبو جهل دفعته كتير قوي أبو جهل انت ما شفتش منه خير أبدا يا عياش وشفت منه أذية للناس وافترى تصديقك لي حتى لو قاعد يحلفلك دفعك التمن بعد أيام وشهورة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وساعات البني آدم بيتلدغ من الجحر أكتر من مرة وهم مش بيتعلم حاجة تانية شفت رحمة ربنا لما ينزل القرآن يخاطب عياش مش يقوله يا ناسي يا اللي تفتنت في دينك ابقى أرجع وربنا يقبلك قل يا عبادي احنا عندنا لفظ عباد في القرآن بيتقال على حبايب ربنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتابعون أحسنهم أما عبيد بتطلق على المؤمن وغير المؤمن وما ربك بظلام للعبيد فربنا يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالرحمة الله حاجة شيئس إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آية بالطبطب على قلب كل طائع وكل عاصي حاجة تالتة رحمة ربنا أوسع من تفكرنا بكتير سيدنا عمر كان بيقول هو بيقولك يا أبي فطفض يقولك كنت أظن أن الله لن يقبل منهم صرفا ولا عدلا لا فرد ولا سنة ده تفتن عن دين وبعد ما شاف النبي وصلى وراء النبي عيس والسلام يعمل كده ويسمع كلام أبو جهل لكن يبدو أن رحمة ربنا أوسع من إدراك البشر وأعظم البشر كمان زي سيدنا عمر بن الخطاب آخر حاجة في بالي شوف سيدنا النبي مشغول بإيه وبينور لنا قلبنا إزاي بدل ما الواحد يتشغل بالحكم على تصرف عياش وعلى طريقة عياش وصدق أبو جهل وبيعد عن النبي وتفتن عن دينه وفكر أنه يرجع يجيب فلوسه طب ويشوف أمه إيه النبي مشغول بالدعاء لي وعمال صلى الله عليه وسلم يفكر هينقذه إزاي جميل قوي إن الإنسان بدل ما يتشغل بالسلبي يتشغل بالنافع هل عصى ولا اللي تفضح ولا بدل ما تشغل بالتنظير بتاع إزاي يعمل كده بقى في حد ربنا يكرمه ويعمل كده في الآخر شغل أحسن من ربنا ينجيه شكرا للمشاهدة